حديثنا الليلة سيكون عن تاريخ اليهود يكثر في هذه الأيام الكلام عن الصلح والتطبيع مع اليهود ولا شك أن الصلح والتطبيع معهم حرام شرعا لأن الصلح معهم معناها الإقرار باحتلالهم لأرض فلسطين وتبرير كل جرائمهم التي عملوها في الأمة منذ احتلالهم للأرض المقدسة في سنة 48 وسواء قال بذلك حاكم أو قال بذلك شيخ فالمشايخ الذين أفتوا بجواز الصلح والتطبيع مع اليهود هم لم يفتوا حسب الدليل وإنما حسب ما يريده الحاكم لأنك قد تجد هذا الشيخ قد حرم هذا الصلح قبل سنين عندما كان موقف النظام عنده بالمنع ثم أفته بالجواز بعد رؤية أهل الحكام واتجاههم إلى التطبيع مع اليهود ولذلك كان من المستحسن عرض لمحات من تاريخ اليهود واحد لمعرفة تاريخ ومحقيقتهم اثنين أن اليهود قوم غدارون فحتى لو لم يكن الشرع يحرم ويمنع الصلح معهم لكفى بالتاريخ والواقع واعظا ورادعا عن الصلح والتطبيع معهم وسوف يتبين ذلك من خلال عرضنا لتاريخ اليهود أقدم مسمى لليهود في التاريخ هو مسمى العبرانيين بعد انتقال سيدنا إبراهيم عليه السلام وقومه من جنوب العراق في منطقة أور ثم ذهابه إلى فلسطين كان لابد له أن يعبر نهر الأردن لكي يصل إلى فلسطين لأن نهر الأردن هو حد الفاصل ما بين فلسطين والأردن إضافة للبحر الميت وبحيرة الطبرية في الشمال لكن يخترق هاتين البحيرتين نهر الأردن الشهير فلما عبر سيدنا إبراهيم ومعا قومه هذا النهر أطلق عليهم اسم العبرانيون فالعبرانيون هو أول اسم أطلق على اليهود بعد عبورهم لنهر الأردن واستمر هذا الاسم عليهم ثم ذهاب إلى مصر وتزوجه من سارة المصرية التي أتت له بولد سماه إسماعي ثم أتاه فيما بعد سيدنا سعاق من ابن مقرعته هاجر واستمر اسم مسمى العبرانيين طول هذا التاريخ حتى بشر بالنبوة سيدنا يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم وأطلق عليه وأطلق الله عليه سبحانه وتعالى مسمى إسرائيل أي عبد الله فانتقل مسمى العبرانيين إلى مسمى جديد وهو بني إسرائيل أي أبناء يعقوب عليه السلام واستمر هذا المسمى بعد أن كان العبرانيين ثم انتقل إلى بني إسرائيل ثم عندما نبئ سيدنا موسى عليه السلام صار الدين لبني إسرائيل هو الدين اليهودي وصار هناك مسمى جنس أو عرق اللي هو بني إسرائيل وصار في اسم ديانة أو عقيدة وهو اليهودية فهذا ثلاث تسميات المشهورة عن اليهود اللي هم العبرانيين وهم في عصر سيدنا إبراهيم وبني إسرائيل أيام سيدنا يعقوب عليه السلام ثم مسمى اليهود في عصر سيدنا موسى واستمر سيدنا موسى في مصر ومعه بني إسرائيل الذين كانت دياناتهم اليهودية ثم انتقل إلى فلسطين لكنه لم يستطع دخولها سيدنا موسى والذي دخلها ويغشع بن نون من أشهر ثلاميذ سيدنا موسى وقد تاها بني إسرائيل في أرض التيه اللي هي سيناء المعاصرة ثم انتقلوا إلى فلسطين وقيمت مملكتان في أرض فلسطين مملكة يهوذة ومملكة السامرة أو تسمى في الشمال مملكة إسرائيل اللي في جبال الجليل أو يهوذة ومملكة السامرة قرب الضفة الغربية ثم استمر الحكم في بني إسرائيل في سيدنا داود وسيدنا سليمان ثم عقبهم الملوك حتى غزاها الملك البابلي بخت نصر أو نبوخذ نصر كلاهما صحيح ما وجد في الآثار نسمه نبوخذ نصر وما ورد في التوراة فهو بخت نصر وهو نفس الاسم لشخص بخت نصر أو نبوخذ نصر وخذ اليهود أسرى وهدم مملكتهم وهدم هيكلهم وخذهم أسرى إلى بابل واستمروا في الأسر ثم عملوا التوراة السبعينية لأنه الذي أقام على كتابتها سبعين عالم من علماء اليهود وأحبارهم فسميت هذه التوراة التوراة السبعينية نسبة للسبعين عالم اللي جمعوها ثم ظهرت المملكة الأخبينية في فارس على يد الشهير بطلهم اللي هو كورش كورش استطاع إسقاط دولة ميليا ثم إسقاط الدولة البابلية وهزيمة البابليين فاحتل البابل وأرجع اليهود الأسرى ليصمنا السبع البابلي إلى فلسطين من جديد واستمر اليهود في وجودهم في فلسطين حتى غزاهم الرومان تيتوس الروماني وهدم هيكلهم ثم تفرقوا شذر مذر فأغلب اليهود أو بني إسرائيل اختفوا من هذه المنطقة ولا نعرف الآن عين يوجد من هم بقايا بني إسرائيل الحقيقيين لا نعرف ذلك نعرف أن هناك قبائل تهودت كمثل بني قريضة وبني قينقاع وبني النظير هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحجاز وقاموا في يثرب التي سمها العسل المدينة المنورة هذه القبائل ليست من بني إسرائيل هذه قبائل تهودت يهودية واعتنقت العقيدة اليهودية وجلست في المدينة وعند هدفة رسول عسلم إلى المدينة المنورة عقد معاهم صلحا أو ما يعرف بوثيقة المدينة أو صحيفة المدينة حيث أشار أن أصحاب أو رعاية هذه الدولة من يهود وثنيين ونصارى ومسلمين كلهم أمة واحدة من دون الناس وهذه أول وثيقة في التاريخ تعمل صفة الرعاية للدولة دولة واحدة تصب تلم أو تجمع كل أصحاب الديانات في دولة واحدة مع إقامتهم الفروض المفروضة عليهم للدولة الإسلامية لكن اليهود قوم غدر فغدر أول من غدر فيهم بنو قينقا عندما رفعوا ثوب المرأة المسلمة فقاتلهم الرسول وأخرجهم من المدينة المنورة ثم غدر بنو النظير الذين حاولوا اكتيار الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاء صخر على رأسه عليه الصلاة والسلام فأجلاها من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم غدر بنو قريضة في النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقفوا مع الأحزاب الكفار ضد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة والسلام بعد الصلاة والسلام في مكة ذهب إلى خيره وفتح خيبر وقل اليهود على مكانهم ومجزء منهم راح فلسطين لكن اليهود معروف أنهم تفرقوا لكن الرأي الراجح أن اليهود بعد هدم الهيكل الذي قام في تيثوس توجهوا إلى أوروبا وهذا التوجه لأوروبا هو الذي جعلهم يمسكون مفاصل التجارة والأعمال والمال في أوروبا فسيطروا على التجارة في أوروبا فهم أول من عظف الأوروبيين الرباء وهم أول من عظف الناس السوق السوداء أن الأشياء لها سعر يباع في الأسواق المدينة العادية وسعر مخفض إذا صار فيه البيع بين شخصين هم اللي اعرفوا العالم الأسواق السوداء استمروا في أوروبا عانوا منهم الأمرين في أوروبا لاحظوا أنهم يمصون دماء الشعوب الأوروبية أول شيء الاحتكارهم هو التجارة وصناعة المال هنين هم الموظفين للملوك أوروبا في جمع الضرائب فكانوا ما يرحمون أحدا في جمع الضرائب على الشعوب الأوروبية كانت تكرههم كرة عظيم جدا وتود الانتقام منهم ولذلك استجاب بعض الملوك أو أكثر ملوك أوروبا لإجلاء اليهود وطردهم من أوروبا وهذه التواريخ تبين السنوات التي طرد فيها اليهود من بلدان أوروبا طردهم من فرنسا سنة 1306 طردهم من سكسونيا وهي مقاطعة كبيرة في ألمانيا في عام 1342 طردهم من هنغاريا 1360 طردهم من بلجيكا 1370 طردهم من سلوفيكيا 1380 طردهم من النمسا 1420 طردهم من هولندا 1440 طردهم من أسبانيا 1492 طردهم من لتوانيا 1495 طردهم من البرتغال 1498 طردهم من إيطاليا 1540 طردهم من بافاريا وهي مقاطعة كبيرة في جنوب ألمانيا صالة 1551 لحظوا فيه 12 دولة أوروبية تردتهم من أراضيها لكن من أين أتى يهود أوروبا الشرقية؟ كان في مملكة في التاريخ اسمها مملكة الخزر قامت على بحر قزوين اللي كان يعرف اسمه ببحر الخزر الخزر هذا الأقوام أتراك ومغول وجزء منهم من هالفنلندا كانت متجمعة في هذا المكان هذه الناس اللي هم شعوب الخزر هم شعوب وثنية وصاروا بين دولتين عظام دولة الخلافة الأموية في دمشق والدولة البيزنطية في القسطنطنية فكان مترددين يعتقون النصرانية أم يعتقون الإسلام فأتاهم بعض الأحبار اليهود وأدخلوهم في اليهودية قالوا لهم إن كنتم قد اعترقتم اليهود النصرانية فستدفعون الجزية أو الضريبة إلى الأمبراطور الروماني ويدخلكم تحت نفوذة وإذا أسلمتم فسوف تكون أتباع للخليفة العربي اللي موجود في دمشق فالأفضل لكم أنكم تعتقون ديانة ما تعتمدها واحدة إلى الدولتين العظام هذه المجاورتين خالكم على الدين اليهودي مستقلين بذاتكم واستمر الخزر على الدين اليهودي حوالي أربعة قرون حتى أسقطهم الإمارة اللي صار في روسيا قبل أسرة رومانوف وبعد إسقاط دولتهم تفرق هؤلاء اليهود إلى شرق أوروبا وتركزوا أكثرهم في بولندا فبولندا تجمع أكبر عدد من اليهود في العالم بل أن اليهود هؤلاء الذين طلدوا من أوروبا لم يستقبلهم إلا الدول العثمانية يكونهم مهجرين ومملكة بولندا فأكبر عدد من اليهود في التاريخ في هذا الوقت كانوا متجمعين في بولندا لكن مشكلة اللي صارت في بولندا ما هي أنها صارت حروب بين مملكة بولندا ومملكة الروسية فاستطاع الروس هزيمة البولنديين فضموا جزء الكبير من بولندا إلى روسيا فصار مجمع اليهود في العالم أو عدد الأكثر من العالم موجود في روسيا فالروس هم أكثر من تأذى من المسألة اليهودية طبعا ما بقي من اليهود اللي هم تحت متعظل الروس تجمعوا في رومانيا في ألمانيا الشرقية وصارت لهم لغة جديدة اسمها اللغة الياديشية اللغة الياديشية هي مجموعة ما بين العبرانية وما بين الألمانية وما زال اليهود يتحدثون بها اللي هي اللغة الياديشية اللي هي خليط ما بين اللغة الألمانية واللغة العبرانية طبعا الروسيون رأوا كثرة اليهود اللي انضموا لهم لاحظوا سرعة اليهود في احتكارهم التجارة كان يضربون اي واحد غيرهم بعض الناس يصور لكم ان اليهود جيناتهم فيها شر وهذا مستحيل الله لا يخلق احد على الشر الله يخلق الناس على الفطرة كل مولود يولدوا على الفطرة فالبواه يخودانا او ينصرانا او يمجسانا فالله يخلق كل الانسان على الخير لكن الانسان بنفسه هو من يختار طريق الشر وطريق الكلمة فيما بعد لكن الاصل في الانسان انه خير ثم هو يختار لماذا اليهود بالذات فيهم الغدر وفيهم المكر والمؤامرات ليس لان جيناتهم فيها شر ومن التفسير لان ثقافتهم فيها شر اليهودي دائما يدرس في التلميذ والتوراة انه هو الجنس المنتقى الجنس المختار الشعب الله المختار الجنس الصافي هو طبعا المصحي اثنين التحقير الغيري ويسمونهم القوييم القوييم هو كل من هو غير يهودي لان يهودي تحولت من دين الى دين وقومية في نفس الوقت اليهودي صارت من دين فقط الى دين وقومية فهو عرق ودين لانك لو قلت عن عروقهم او جناسهم راح تلقاها من كل شعوب الارض وبني اسرائيلين اللي نعرفهم لم نعرفهم من حد لا ثم تصار بهما بعد القسم المشهورين في اليهود اللي هم الاشكناز والسفاردين السفاردين هم اليهود الذين عاشوا في اسبانيا وشافوا الحضارة الاسلامية هؤلاء متقدمين عن الاشكناز الاشكناز هم اليهود الذين في روسيا والمانا الشرقية وفي بولندا ورومانيا هؤلاء المتخلقين شوي ورح تجد ان اليهودية والصهيونية حباء صهيون اللي قامت في روسيا قامت من وسط الاشكناز الان اللي يقوم دولة اسرائيل الاحتلال هم الاشكناز واكثر من المهاجرين الان هم الاشكناز السفاردين قليل السفاردين ذابوا في المجتمعات الغربية وصاروا غربيين كيما هم النصارى تماما نسوا يهوديتهم لكن اليهود الشرقيين هم اللي صاروا متعصبين لليهودية وصاروا احياء احياء العبرانية من جديد وكذا اللي هم عاشوا في روسيا وعاشوا في المناطق اليهود في روسيا صارهم اكثر شعب ثوري في العالم حاول الاكزندر الاول انه يمتص اليهود وقال قد قال طبعا هالمحاولة حاول فيها نابليون نابليون استدعى اليهود يتسوهم اطمر قال ان متى وتتعيشون مستقلين بذاتكم لان اليهود كان يعيشون في القيتو في كل مدينة فيها حي خاص اليهود يسمى القيتو هذا الحي يعيش فيه اليهود وعادة تكون في اطراف المدينة وعادة تنقق قرب الاسواق لان هم يشتغلون بالاسواق من زيهود انا ما اقول انهم فيه طبيعتهم الشر هو ثقافتهم فيه الشر ثقافتهم دينهم هو الذي يعلمهم التآمر هو الذي يعلمهم الافرار بالغير هو اللي يعلمهم انهم صفة البشر هو اللي يعلمهم ان غيرهم احيوانات كالحمير لازم يركبون هو اللي يخليهم انه يجوز التعامل بالربا معه غيرهم لكن يحرمه على نفسهم فهم في تنشئتهم الثقافية جعلوا حقدهم على البشر ولكي ينمون هذا الفكر الوحدة بينهم قالوا حنا مضطهدين لان الناس كلهم عاسديننا لان حنا اذكى بشر طبع القضية مقضية انهم اذكى بشر انا اتصور في تصوري اليهود فيهم ميزات هم الذين صنعوها واحد تكاتفهم تكاتفهم الشديد لبعض ما بين غنيهم وفقيرهم وما بين اوروبيهم ولياسيوية كلهم لحمة واحدة اثنين اهتمامهم الله عطاهم مثلا طاقات مية في المية اليهودي معروف عنه انه يستغل طاقته لمدة مية في المية مثل السيارة اللي صرعتها ميتين بعض الناس يسوق على مية مية وعشرين ثمانين لو كان اليهودي السيارة لكان يمشي ميتين وعشرين ساعة فهم استنفر قواه للحفاظ على نفسه وعلى هويته فتجد اليهود عيالهم دائما يدرسون في الكليات اللي يتأثر في تاريخ العالم يا الامور علوم الانسانية يا تجدون في العلوم اللي هي العلوم البحثة الرياضيات والطبيعة فتجد اليهودي مبرز غالبا في الادب وفي الامور الاقتراعات فتجد اكثر اللي اكتشفون جزء منهم كبير يهود على قلةهم ثلاثة اعلامهم يلقي الضوء على كل ميزة لهم يعني من اعظم المكتشفين في العالم الراديوم كوري وزوجته مدام كوري ولا واحد في الدنيا يعرف اسم زوج اللي هو خضل الجائزة وياها المشهورة مدام كوري لانها يهودية فهي المشهورة اللي اكتشفر القمال الذرنية هو ابن هايمر ومعاه واحد عالم هندي من اللي احد يعرف اسم العالم الهندي لا احد يعرفه هذا شارك القمال الذرية كل الناس تعرف ابن هايمر وانرشتاين لانهم يكون ضوء كم ادباء الشيك بالالوف لا احد يعرف الا كافكا فرانس كافكا كم علماء الاقتصاد بالمئات والالوف المشاهير لكن كم عاد يعرفون الناس يعرفون كارل ماركس العالم الاقتصاد وريمون اارون في فرنسا مثلا لانه يهودي الاعلام يوجه دائما لابراز اليهود وهذا جعل الصغيرين تقول ان اليهود هم مميزين في العالم لانهم عباقرة التاريخ فرد عليهم العقاد رد جميل قال قضية ليست قضية لانهم يهود بل لانهم عايشين في بلدان بيئاتها علمية والدير على ذلك اننا لم نجد مخترعا لا من يهود المغرب ولا من يهود اليمن ولا من يهود البحرين ليش ما في مخترعين اذا هي العبقرية عبقرية يهودية قال لانهم في بيئة المانية وامريكية تشجع العلم وهم ناس من الناس اللي يبدلون اقصى طاقتهم في العلم مختارين يذكر مالك بالنبي يقول على الله يرحمه يقول لما اسقطت فرنسا بيدي للنازيين وكان ختلر محرم دراسة اليهود وهم درسوا في الجامعات يقول بيوت تحولت الى جامعات بيوت اليهود تحولت الى جامعات فتلقى استاذ الكيميا فتح فصل في بيته لتعليم الكيميا واللي يدرس على النفس بل كثير منهم العلماني والملاحدة كانوا يهوديين حتى النقاع سيقمون فرويد مثلا كل حلقته كانت يهود ما يشتغلوا يهودي ما يشتغلوا يهودي معه في جمعته بل سيقمون فرويد اللي كان ملحد وكان كذا 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 كان كل تلاميذة يهود حتى اذكر انا لقيت له رسالة من رسالة يقول يجب ان نطعم مجموعاتنا بناصراني حتى لا يظن الناس ان العلم النفس علم يهودي هو يقول ذلك يقول الناس راح يلاحظون انهم كل يهودي منهم اينا بعدين اليهود سيطروا على الادب والتمثيل والفن وهذا يصيغ مشاعر الناس وافكارهم يعني اعظم ممثلة في فرنسا وفي العالم الغاربي صار برنان يهودية ااا اكثر ممثل ناقد اشتهر بالنقد والاشتراكية شعالي شابلن يهودي من يهودي بريطانيا فعلا تشوفوا شهراتهم انتوا يعني صار برناند وشعالي شابلن هاينا الشعر الالماني يهودي كذلك راح تجد كثير بالعكس اللي صغر في كل قرن العشرين اكترهم يهود اللي القائبوا عليهم اللي هم مثلا اه ماركس في الاقتصاد الفرويد في العلم النفس اميل دورك حايم اللي هدي اميل دورك حايم في علم الاجتماع شاكوفسكي مثلا في الموسيقى والفن وغيره 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 من الاسماء راح تجدون اليهود في كل مكان يعني في تلميعهم فهم ناس متكات فيه مع بعض اثنين ناس تبذل اقصى طاقتها في العلم وفي غيره من النظريات اه ثلاثة توجههم للعلوم المؤثرة في المجتمع هذا اللي يخليهم اربع الاعلام وياهم ناس اعلاميين يعني لو واحد يهاجم اليهود ثانية اطلع الف رسالة اما يشكوا عليه في المحاكم للمنسق مع بعض او او يرفعون دعوة عليه او يكتبون عنهم مقلاة في الجرائد فالانسان يحس برعب منهم بعد ذلك روجيه قارودي وغيره 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 من اشهر العقاعد عند اليهود انهم في اين معين عندهم يذبحون طفل مسيحي ياخذون الدمه ويشوون بالنكيكة تؤكل في يوم هذا اليوم هذا شي عندهم الدم المقدس ولازم ان يكون غير يهودي وطفل يكون بريء يعني ففي ايام حكم محمد علي باشا للشام صارت الاب تومة اسمها من اشهر حواث التاريخ الاب تومة كان يمر بعحارة اليهود وكان عندهم احتفال ديني اليهود واثناء مرور الاب هذا النصراني اخطفوها اليهود مع خادمه وذبحوهم وعصروا دمهم في في طاسة او طاشت وخلطوها مع كيك عشان يهدونها اليهود العراق هم اليهود دمشق فقبض عليهم وصارت المحاكمة في دمشق وحكم عليهم بالعدام فتدخل روتشيلد ومونتفيوري اكبر اغنياء عصرهم وجابوا عفو عام من محمد علي باشا وكانت هذه الخطف الاطفال اللي عمل من دمهم فطير حتى خلدها المرحوم لجيب الكلاني برواية مشهورة دم لفطير صهيون وسوى دراسة عنها مصطفى طلاس دم لفطير صهيون هذه مشهورة العقيدة طبعاً الشعوب الاوروبية كانت تستغل هذه النقطة لاثارة العداء لليهود فكان بمجرد بيختي تغذي طفل في اوروبا او في روسيا عدة ايام كانت الشائعة تظهر ان اليهود خطفوه لعمل من دمه فطير في عيد ديني فكانت اهل المدينة او اهل القرى يهجمون على اليهود ويصير حرب الابادة عليهم وهذه الابادات تسمى في التاريخ البوغ روم هذه موجودة في روسيا وفي اربا الشرقية يسمونها حوادث البوغ روم اللي حوادث مذابح اليهود انهم يطلع ايشاعه باختفاء طفل فيطلع اليهود يطلعون الشعب القرى او المدن بقتل اليهود ايبادة شاملة حتى يدخل الجيش او الشرطة المحلية لفضل اشتباك بينهم فلذلك نجد انهم عندهم مشكلة ان اليهودي مهما طال سكناء في الدول هذي ما يكون ولاء الهل الواطن ولاء فقط للجالية اليهودية او لليهود اللي في العالم كله هذا ادى الى روسيا انها تحاولت انها تحلل مشكلة اليهود يعني حتى نابليون لما سوى مجمع اليهود وقال من اليومه رايح انتوا لازم توقفون عن الاشتغال بالربا اثنين لازم تندمجون من الشعب الفرنسي احنا الحين دولة علمانية مهائة دينية فلازم تكونوا فرنسيين مثلنا المتا وانتم منطوين على انفسكم عاداتكم غير عاداتهم ولاكم اليهود مول فرنسا فتأذى فيهم نابليون فقام اليكزاندر الاول لما شاف يصيرهم بذابح وانهم بمجرد ما يطلقون دينهم يصيروا عن التجارة وعلى كل مفاصل الاقتصاد والمال في البلد قال انتم اليومه رايح راح يصلكم مناطق محدودة تعيشون فيها في روسيا ما تعدونها هذه المناطق ما تتعدونها ابدا عشرات سنة فلاحظ انكفاءهم عن خلصهم اكثر وزادت مؤامراتهم قالوا لا حسن حل الزامهم بالتعليم تبون تندوجون بالشعب الروسي لازم تدرسون ايالكم فصار التعليم الزامي لليهود غير الزام للروس فصار اللي صاروا دكاترة والمحامين والدكاترة الجامعة كلهم يهود لعندهم الفعالية هذي المشهورية فيها فصار اليهود هم سيطرين من التجارة وهم سيطرين بالجامعات في نفس الوقت يعني خذوا التعليم فقال هما استخدمنا هذا التعليم الالزامي لإدماجهم في الشعب صاروا هم المتعلمين والشعب الروسي ما حرص الشعب الروسي اللي عنده ارض اللي عنده كذا ما حرص على التعليم وما نلزمه نحن ننزل اليهود عشان ندومش بمشي الشعب الروسي كلا والدنيا فما هو عارف هذا بعدين حرر الارض قالوا المزارعين وكذا وكذا فاغتيل اغتلوا اثنينة او ثلاثة من القائل عصر الروس بعدين تبنوا الشيوعية وفي هذا العصر في اواخر التاسع عشر انضم اليهود اللي اكبر منظمتين صارت لليهود او الشيوعية او الصرايونية الشيوعية ترى انه عودة اليهود من خلال حكم الاشتراكي والصرايونة تقول ان ارض الموعد وارض المأوال اللي هي فلسطين فاقتسموا هالتيران السياسيين اعظم تيران انضم فيه اليهود كثير من الروس انضموا الى تيار الشيوعية وكثير من يهود اوروبا الغربية وامريكا انضموا الى تيار الصرايونية حتى ترجون هرتزل نمساوي او مجري هو اللي يكون الصرايونية يهودي واللي يكون الماركسية او الشيوعية يهودي كارل ماركس فاقتسموا هذا الى وفيه ملاحظة غريبة في التاريخ لو تلاحظون ان الثورة البلشفية قامت في شهر اكتوبر 1917 صح؟ ثورة اكتوبر الشيوعية 1917 في شهر اكتوبر اقبل اسبوع واسبوعين اللي مشاره داعش وعد بلفور يعني كأن الصيونية والشيوعية حققوا نصرم مع بعض في اسبوعين هذا وقضى وعد بلفور الصهاينة والبلشفية وصلت للحكم 1917 اكتوبر وكان فيه صراع بين قسمين من الحزب الشيوعي الشيوعي المنشفك والحزب الشيوعي البلشفك البلشفك معناها حزب الاغربية هي رأس هنينين المنشفك حزب الاغليه هذا لا كلهم يهود والرئيس يهودي الحزب البلشفي لا، الرئيس هنينين غير يهودي بس اغلب القادة يهود وكان يرأس الحزب المنشفي طواتسكي اليهودي فانتقل عقم فشل ثوراتهم عقم عدة أشهر المنشفيك لكن فشلت ثوراتهم لأن الشعب الروسي نعم كان يريد القيصرية تغيير بس التغيير ليس تغيير الأسرة وإنما إيجاد الأسرة مع عقمها بملك الدستوري يصير أحزاب والملك يملك ولا يحكم ولا يريدون التغيير الجذري كانوا راضين بإيجاد ديمقراطية مثل الديمقراطية البريطانية يعني القيصر يبقى لأنه عندهم يحبون الأسرة القيصرية جدا يسمونه الباب الصغير يبقى على الحكم لكن الحكومة اللي شكلت حزب الفائز في انتخابات فيبون على طريقة الديمقراطية الليبرالية الغربية أنه يبقى الأسرة الحاكمة القيصرية لكن مع إدخال الدائلات الديمقراطية كديمقراطيات أوروبا الغربية فلأجل ذلك ثار الشعب ضد حكم المنشفك اليوم يهود وافشل ثورتهم ولم يتدخل لينين في إنجاد الثورة المنشفية حتى تسقط وتنضج التمر اللي هو هو المفاجأة أن الشيوعية تدعو إلى أخذ أموال الأغنية راح نجد أن حزب لينين الشيوعي أكثر من دعمه تجار أمريكا الكبار والرأس ماليين روتشلد ومنتفيوري وشيف يعقوم شيف وغيره وهذا شيء فيه من التناقض يعني شنون تجار هم يدعمون الليث وضد التجار ولكن تظن ذيك الأيام أنها مبالغة هنا تجار أمريكا هم اللي فعلا ساعدوا لينين تبين هذا صحيح طرع كتاب اسمه والثورة الشيوعية في فروسيا كتاب جديد هذا ممتاز جدا مترجم فعلا يثبت فيه أن تجار أمريكا أغنياء اليهود الكبار دعموا الثورة البلشفية في روسيا أول شيء أمريكا الحكومة الأمريكية عطتهم جورزات مزورة لأن حكومة القيصرية قالت الشيوعية ما يرجعوا للأمريكا الروسيا فأدخلوا بأسماء مستعارة ومجوازات أمريكية لينين وغيرها وطروتسكي ومحملين بالأموال الأموال هذه ليش لتنظيم الخلايا الإلهابي اللي يتفجل في روسيا اثنين لأجل أنهم إذا دعوا إلى إضراب في روسيا كل العمال والعامل تعرف وراه بيت فلازم يصرف على أولاده إذا دخلت إضراب أنا سويت إضراب شهر مرعصت المراتب مو معقول ما أوكل أولادي فقالوا لا هالي فلوس لك اللي هي معيشت أولادك كنت أضرب ولا أهمك مرعي يكسر معاشك شيء من الأموال اللي يعطوه تتجار أمريكا حق لينين وطروتسكي وغيرهم ففعلا ثبت اللينين طبعا لعب دور الخارقة الألمانية لعب دور كبير في إصال لينين إلى روسيا لأن الألمان كان عندهم خطة أنه بيقفون الحرب على الجبهة الروسية اللي هي الجبهة الغربية الجبهة الشرقية حتى يتفرروا الألمان الجبهة الغربية اللي فيها فرنسا وبريطانيا فقالوا أحسن حل أنه يصير القلاف في الحكم القيصري فيضطروا القياصرة روسيا اللي يوقف في إطلاق النار حدنا معانا على الأقل حتى وعنا نتفرغ الجبهة الشرقية فقالوا أحسن حل أننا ندخل لينين كان من في السويسرا لينين وندخله إلى روسيا طبعا كانت المحطة مارة روسيا فنلندا من السهل الوصول من فنلندا إلى روسيا فحطوه بالقطار المصفح أنك ما تنزل في السويسرا ما تنزل بأي بلد ومعاك الفلوس ومعاك كذا فانقلوه إلى روسيا وفعلا قاد الثورة 1917 وتنازل القيصر على الحكم وبعد ما تناسل نفو الملك القيصر نيكولا الثاني وزوجته القيصرة وعياله أربع بناته ولد اللي هو أليكسي 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 أسولده ولي العهد إلى إيكاتيم بيرغ اللي تولى الحكم أول واحد قبل لينين حكم حوالي 24-25 اسمه سينيريدوف رئيس يهودي هو اللي تولى الحكم روسيا أول واحد هذا اللي عطى الأمر بقتل القيصر لكن وفت النظر أنهم بعد ما تنزل القيصر وأبناء وزوجته وجدوا علامات اليهود على حائط القبو وصورها هذا ويلتون الصحف الإنجليزي اللي دخل القبو اللي يتم فيه اغتيال القيصر وأسرته لقى علامات اليهود على القبو ونقلها في صور صورها ونقل هذه الرموز وكانت رزو رموز كابالية اللي هي الكتابة السرية لعلماء وأحبار اليهود كابالية أن يكتب حروف لكن لها معنى آخر لما تقرأ بحساب الجمل حساب الجمل هو نوع من أنواع الحساب أن كل حرف له رقم معين في العربية ألف باء ألف أبجد هوز وحطي كلام ونصف قرشة هذه حرف الألف واحد والباء ثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة حتى نبدأ إلى رقم 11 فيتحول الرقم إلى عشرة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعمية ثم يتحول ثلاثة 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 هذي سبعون حساب الجمل وهو موجود كذلك في الكتابة العبرانية ووجدوا على حائط القبو اللي فيه تيل القيصر قتل هو ابناءه وجدوا كتابات بالقابلية مكتوبة ووجدوا أربع أبيات شعر للشاعر هاينة الألماني مفهوم أو معنى هذه الأبيات هنا وحية بالقيصر هنا ثأر يهود يعني هم تركوا علاماتهم من اليون هم اللي قتلوا القيصر وهذا قتلنا له لأولاده وثأر لليهود الذين أعذاهم القيصر حاول بعض اليهود خصوصا لتخلص من يهوديته أن يكشف دور اليهود في التاريخ أو مؤامراتهم فدزرائيلي إسحاق دزرائيلي ربى ابنه بن يامين دزرائيلي وتولى لئاسة الوزراء في بريطانيا أيام الملكة وفكتوريا فألف قصة سياسية عاطفية اسمها قنانكسبي قنانكسبي هي فيما بعد بعض النقاط قالوا أن هذا اللي يمثل دور الأستاذ هو روتشلد والتلميذ أنه بن يامين دزرائيلي حتى يعطيه هذا طبعا اليهود عشان إنهم جونوا في الحضارة قلنا أنا قلت كثير من السنين طردوا لكنهم رجعوا فيما بعد وبقوة فنجد عقب ثورة كرامويل على سبيل المثال كان من أواء القرارات التي اتخذها البرنامجليزي إعادة توطين اليهود في بريطانيا والتملك فيها وكذلك نجد أنها من الثورة الفرنسية في سنة 1989 سنة 1991 بعد سنتين من الثورة طلع قرارا من البرمان الفرنسي بعادة ومساواة اليهودي بالفرنسي فصار المواطن كامل الأهلية وبل تولى منهم رؤساء وأذكر كذلك في ألمانيا هذا أذكر القبر قررته في القبر سبب الثمينات أنه كان هلموتشمث المستشار الألماني في زيارة إلى باريس وركب مع عدستان السيارة هذه ما أنساها يعني التقرير هذا اللي عدستان لما استقبل هلموتشمث اللي هو مستشار ألمانيا في الثمينات فقال لها هلموتشمث أنا خاس بتأني بالضمير فقال لها دستان لماذا يعني قال أنا عندي سر مخبيه السنين هذي كلها ودي أطلعها السر فقال لها دستان فضل قل قال ترى الشعب الألماني متصور بني المسيحي طرعنا يهودي الديانة بالأصل وكان هلموتشمث يأرقى هذا السر فباح فيه إلى دستان الرئيس الفرنسي طبعا علاقة اليهود بالجماعيات السرية علاقة مهمة جدا وطيدة جدا اليهود عندهم مشكلة في أوروبا مشكلة الملوك ومشكلة الدين الدين يجعلهم هم المحررون على قتل سيدنا عيسى حسب عقيدة النصارى المحرر والملوك كذلك طردوهم من بلدانهم فهم عدوهم الرئيسي رجال الدين ورجال الملك فادخلوا في الجمعيات السرية هذه لقلب النظام الاجتماعي والنظام السياسي في أوروبا وأول محاولة جرت لهم وين في بريطانيا فقلبوا الملكية لما جاءوا له كرمويل وقتل وعدا من ولك شارلز سمعنا مكرمويل بدخول بريطانيا والثورة الفرنسية اللي هو الملوك البربون ذولي كان يمنعون اليهود وكذلك الكنيسة الفرنسية فهم أعلنوا علمانية الثورة وسيطروا طردوا الدين من المانية الدولة في الدولة الفرنسية وقضوا على الملكية فصار اليهودي مساويا للفرنسي تماما حقوق الواجبات اليهود من عادتهم لما يدخلوا بلد يستمرون على تجارتها اثنين يحاولون افساد كل رابطة دينية أو أخلاقية في البلد حتى يتساوي اليهودي مع ساكر البلد يعني مثال لو لاحظوا كل الأدبة شكسبير طولستوي نستنفنسكي ستيفنسون والتلسكوت لا تجد أديبا أوروبيا إلا وقد هاجب اليهود في كتبها ومسرحيات أبدا يعني حتى المؤرخين مثلا أدوارد قيبول في كتابه أظم حلال وسقوط الامبراطورية الرومانية يقول اليد الطولة في سقوط الامبراطورية البيزنطية كانوا اليهود ميرون اللي حرك روما كان زوجته بوبايا اسمها وهذه اللي العبت في مخ ميرون حتى يعني أسباب الضعف والفساد في الامبراطورية ما انتبه له إضافة الاحتكار اليهودي للذهب وهذا أضعف الامبراطوري البيزنطية حتى سقطت في ذلك يصر أدوارد قيبول على أن اليهود كان لهم اليد الطولة في أضعف وإسقاط الامبراطوري البيزنطية في ذلك لاحظت ذلك دارة المحارف البريطانية أن اليهود في القرون الوسطى هم الذين سيطروا على التجارة هم سبب التخلف في أوروبا نقطة مهمة جدا أشهر تجار للعالم في نقل الرقيق من أفريقيا إلى أمريكتين كانوا محتكرة اليهود المرتغاليين والأسبوع أول من نقل الدخانة تتن من أمريكا إلى أوروبا والعالم كان محتكرا اليهود تجارة الدخان يعني ممس الدخان والرقيق هتلر لاحظ أن لا يوجد حركة سرية تحارب النظام الاجتماعي إلا وراها اليهود لاحظوا أن أفلام الجنس والقصص المكشوفة أو الأدب المكشوف اللي وراه اليهود فقال إذا أرادت فعلا ألمانيا ستقدم أنها خلص من اليهود أو من سيطرتهم هذا الكلام أو هذا العضل السريع للتاريخ اليهود يبين ويوضح لنا شيء مهم جدا أنه حتى لو أباح الدين الصلح مع اليهود طبعا الإسلام ما يبيح الصلح مع اليهود إلا اليهود محتلين لأرض المسلمين فالليقيسهم بيهود المدينة ومنورة هذا يضحك عن الناس لأنه في المدينة ومنورة كان اليهود تحت عكمة رسول الله سلم واليهود اللي استلف منه رسول الله سلم ورهن إدراع عنده هو مواطن في دولة هو يرأس رسول الله سلم يعني لم يكن اليهود محتلون للمدينة منورة وإنما هم رعاية في الدولة الإسلامية هذا هو لا يقيد نحن نعام منه أحسن معاملة مثل أي يهود يعيش بين المسلمين هذا من هلذمتنا نعاملها أحسن معاملة ونبقي على دينها ونحافظ على عرضه وماله وروحه طيب هو من هلذمه ولم يؤذينه بشيء أما يجيني يهودي من بولندا يجيني روماني يهودي من رومانيا ولا من أمريكا ويحتل بلد مسلمين ويأخذ أراضيهم ويقتل رجالهم ويسجل نساءهم ويهجرهم من أراضيهم ويقول أنا طبع مع هذا أو طبع بماذا يطلع من بلدي أولا ويخرجهم كل المهاجرين موارضهم فإذا خرجوا من فلسطين ذاك الأحين يمكن أن نطبعوا إياهم لكنهم أعداء ديننا وأعداء شعبنا أعداءنا تاريخيا وعقائديا وكل شيء وهالناس هالغدر يعني يكفي غدرهم على صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إذا ما وفهم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يفهم معكم هنين اليهود ما دخلوا بلد اللي يدمروه أخلاقيا وقلعبوا في اقتصاد وكذا الناس يعبدون المال والذهب يحتكرونه لهم حتى يخلون البلد نفسها بصفرة عرف الناس تجغرتهم تقمع الربا أدوارد هذا كينز يقول يقول لا يمكن أن تحل الأزمات الاقتصادية إلا عندما يكون مستوى الفائدة صفر يقصد بذلك أنه لا تنتيل الأزمات الاقتصادية إلا بعد القضاء على الربا هذا معنى كلامه واليهود ديدانهم ودينهم والربا وجمع الذهب واحتكاره فاللي يرشحون يقولون نكحن والله نتعامل مع اليهود وممكن نتعاملها اقتصاديا سنة هذي مصر رحي من سنة سبعة وسبعين أو تسعة وسبعين مع اليهود شون نستقر فيه وإستفاد المصريين منا ما استفادوا شيء من الأردن هذي مصرحة مطبعة مع اليهود الضفة الغربية مطبعة مع اليهود شاستفادت جوع ماكو رواتب حتى المعون اللي دازينا لهم هلأيام الضفة 130 مليون حنجزتها اليهود حنجزها عن الضفة مصر لا تحسن اقتصادها ولا شيء هذي مطبعة مع اليهود وموقفة الحرب وياهم من تسعة وسبعين ما عد فيه اطلاق حرب بين مصر واسرائيل ما استفادت مصر من التطيع من اليهود لا في اقتصادها ولا في اقتصادها ولا في اجتماعها الأردن كذلك أزمات وغلاء معيشة وكل شيء بل بالعكس اليهود قام حتى حرموا نهر الأردنيين من الماء النظيف كانوا يشربوا ماء ويصرف صحفي من خباظة اليهود يجهرون نهر الأردن لمصلحتهم بينما مياه المجارف الأردنيين فاللي بيطبع مع اليهود هو يهودي مثلهم وإن لم يعين يهوديته هو يهودي مثلهم وإن ادعى أنه مسلم بطباعهم بثعقافتهم بعقيدتهم واليهود حرمنا وياهم إلى يوم القيامة مثلهم مثل النصارى اللي يحتلهم بلادنا تصلوا خيراتنا وحربوا الدين ولذلك عذاري من التطبيع من اليهود أو مع الصلح معهم ليس بيننا وبينهم إلا السيف طالما هم محتلون الأرض المسلمين أما أن اليهودي يأتي من هذه الذمتنا يعيش في مصر يعيش في المغلب يعيش في تونس واحد من رعاية دولتنا فلا نتعرض له إلا بالخير له حسن المعاملة وله الأمن والأمان على عرضه وماله وروحه حال حال أهل الذم الآخرين في النصارى وغيرهم أما يجيني يهودي من أوروبا ويحتل الأرض يطرد أهلها منها لا هذا هذا ما لها تطبيع ولا صلح هذا ما لها للسيف فقط وهذه طبعا نبذة بسيطة أو لمحة سريعة عن تاريخ اليهود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته